أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد أن السعي لتجويد مخرجات التعليم هدف مستمر تتواصل الجهود لتحقيقه بما ينعكس على تعزيز مكانة مملكة البحرين التعليمية سموه أشار إلى أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاً بتعزيز وإثراء المسيرة التعليمية وموصلة الارتقاء بمخرجات التعليم هي المنطلق لمختلف الخطط والبرامج الحكومية الساعية لتحقيق التطلعات المنشودة لقطاع التعليم وأشار سموه حفظه الله إلى أن للتعليم دور أساسي وهام لتعزيز مختلف مسارات التنمية ورفضها بالكوادر المؤهلة من أجل المضي قدماً في تحقيق أهداف المملكة التنموية المنشودة والمستقبل المزدهر للوطن العزيز لافتان إلى أن تطوير وتأهيل أبناء البحرين والاستثمار فيهم غاية نسعد على الدوام لتحقيقها من خلال توفير الفرص النوعية أمامهم وأهم هذه الفرص هو التعليم المميز الذي يواكب المستجدات العالمية ويعزز من مستوى طلبة وطالبات البحرين بما يؤمن لهم فرص النجاح والتفوق والإبداع جاء ذلك لدى لقاء سما وهب قصر الكضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم وعدد من مدراء المدارس الحكومية التي حصل طلبتها على أعلى المعدلات في المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2022-2023 وهم الأستاذ هاشمية السيد حسن شرف مديرة مدرسة سار الثانوية للبنات والأستاذ فاطمة أحمد عيد مديرة مدرسة المحرق الثانوية للبنات والأستاذ هيفا محمد قاسم بحمود مديرة مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات والأستاذ علي عبدالله محمد البناء مدير مدرسة المحرق الثانوية للبنين والأستاذ ياسر إبراهيم علي بن حمد مدير مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين والأستاذ أحمد جعفر أحمد البناء مدير مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين حيث أعرب سموه عن تهنئته للطلبة والطالبات المتفوقين ونوها بجهود الهيئتين الإدارية والتعليمية في هذه المدارس التي عززت من الفرص أمامهم أمام الطلبة لتحقيق أعلى المعدلات مشيرا سموه لأن هذه الجهود مقدرة ويشكر عليها جميع المدراء والمدرسين في هذه المدارس داعي سموه لتعزيز توفير البيئة الأكاديمية والتربوية المناسبة التي تحفز الطلبة على التفوق شكرا سموه كافة منتسب وزارة التربية والتعليم على ما يقدمونه من عطاء هدفه رفعة ونماء الوطن وابنائه وقد جاءت مدرسة المحرق الثانوية للبنين في المرتبة الأولى على مدارس البنين والتي حصل طلبتها على أعلى المعدلات في المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2022-2023 تليها مدرسة الهداية الخليفية للبنين ومن ثم مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين فيما جاءت مدرسة سار الثانوية للبنات في المرتبة الأولى على مدارس البنات تليها مدرسة المحرق الثانوية للبنات ومن ثم مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات وقال الصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إن ما يشهده العالم اليوم من تطور على مختلف المستويات يحتم علينا مواكبته من خلال تطوير أساليب التعلم وتطويع التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتنفيذ خطة تطوير التعليم مع همية مواصلة طرح الحلول المبتكرة التي تحفز على الإبداع والابتكار وتسهم في تحقيق التطلعات المنشودة لمخرجات التعليم من جانبهم أعرب مدراء المدارس الحكومية عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه اللفتة الكريمة من سموه وتقديره لجهود كافة منتسبي هذه المدارس وحرصه الدائم على تطوير التعليم مؤكدين أن هذا التقدير هو محل فخر واعتزاز لمختلف العاملين بالمدارس ودافع لهم لمواصلة تعزيز مستوى مدارسهم ومخرجاتها ترجمة نانسي قنقر